السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الثلاثاء 13 حزيران طبعا القمر موجود الآن في برج الحمل في ساعة المغرب تقريبا مغرب اليوم الثلاثاء رح ينتقل القمر ويصير في برج الثور يعني في عنا خلوب مسار بسيط جدا مدة تقريبا الاربع دقائق واليوم الكل رح يستفيد بس أهم إشيه تمسكوا عصابكم وما تفرضوا سلطتكم على اللي حواليكم يعني تعاملوا بدون عصبية وفرض الرأي القمر زي ما حكينا موجود في برج الحمل هو الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و 47 دقيقة من ظهر اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور وبما أن القمر ما زال موجود في برج الحمل لغاية ساعات المغرب معناته نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميماً وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع بتصرفاتنا أو نتهور يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضاً في هاي الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية طبعاً هاي الفترة ما زالت جيدة لفحص العيون وأيضاً لتعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نذكرها هي زاوية تربية سلبية بين عطارد وبين زحل وهاي تأثيراتها مستمرة ليوم 18.06 ساعة 4.09 دقائق عصراً أذروتها يوم 15 بتسببنا نوع من أنواع التعاب والقلق والحذر والميلة الكآبة وبتحد من خيالنا بتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين بتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر بصحتنا فيحذروا من الوسواس والاكتئاب والأفكار السوداء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي تأثيراتها من يوم 12.06 لا يوم 21.06 ذروتها يوم 17.06 الساعة 3.29 دقيقة عصراً بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية بتجعلنا ميالين للتسامح مرحين خفيفين الروح وهذا الوقت مناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية والتواصل مع الآخرين تقدر تستفيد من الراحة اللي بيوفر لها هذه الزاوية أو بتوفرها هذه الزاوية في الدعوات أو بالسفريات أو بالتسلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري وتأثيرات هذه الزاوية مستمرة ليوم 26 طبعاً بتعزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورهم وغالباً بيفشلوا في ذلك وبرضو بتخلق بعض الرغبات الغريبة شوي عنا وبتسبب لنا إضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصدقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا والإفراط في الأكل وهذا الشيء ممكن يسبب لنا إضطرابات صحية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وتأثيرات هذه الزاوية مستمرة ليوم 26.6 طبعاً ذروتها يوم 19.6 الساعة 3.53 دقيقة عصراً بتوقيت جرينج هذه الزاوية بتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع ومن ميل لا تتبع أحلام ومشاريع خيالية مش موجودة على أرض الواقع بتعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والإضطراب برضو ممكن نميل لحل بعض المشاكل باللجوء للكحول للأول أدوية أو المخدرات أو المهدئات برضو ممكن نتعرض لوعكات غامضة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 14-6 طبعاً بتزيد من حد الذهن وحدثنا ونقدنا وبتمنحنا حب للعدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المشتري وبين زحل وتأثيرات هذه الزاوية مستمرة ليوم 15-7 طبعاً ذروتها يوم 19-6 الساعة 3 و 52 دقيقة بعد العصر هذه الزاوية بتدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية وبتزيد من إحساسنا بالأمن في نوع من أنواع السعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها مستمرة ليوم 22-6 طبعاً هاي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي أو السياسي وعلينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تضرر بشكل خطير بالنسبة للزاوية المتشكلة أو اللي ذروتها اليوم طبعاً أول زاوية هي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي بدأ تأثيراتها من تقريباً عاصر اليوم الاثنين يعني من الآن موعد بث الحلقة تأثيراتها مستمرة ولكن ذروتها الساعة 59 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء ولكن تأثيراتها من الآن وحتى مغرب يوم الثلاثاء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي الزاوية طبعا تأثيراتها أو ذروتها للساعة 6 و 26 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات صباح يوم الثلاثاء وبتستمر حتى صباح يوم الأربعاء تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للحدث اللي هو خلو المسار خلو المسار طبعا مدة أربع دقائق فقط رح يبدأ الساعة 6 و 26 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء ورح يظل مستمر طبعا تأثيرها يزاوي لغاية الساعة 6 و 30 دقيقة من مساء اليوم الثلاثاء لا يستقر القمر بعدها في برج الثور هذا بيعني أن هاي الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار ولكن لازم أذكر العبارة هاي حتى لو كان أربع دقائق الساعة 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش القمر بنتقل ويستقر في برج الثور عشان هيك بنشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكنها شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفاز مثلا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي ذروتها الساعة 45 دقيقة من صباح يوم الأربعاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من بعد ظهر يوم الثلاثاء وبتستمر حتى مساء يوم الأربعاء بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية ومساعدات وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا من الآن ولغاية ساعات المغرب الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم من ساعات المغرب وما بعد بصير عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدراقية اللوزتين وتفاحة آدم هذولا اللي بصيروا أكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية خلال هذا اليوم على حسب الوقت اللي أنا ذكرته بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا وقت مناسب جدا للعمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل لأي نوع من العمليات مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه ما زال لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الثاور معناه تخلو المسار القادم بيبدأ يوم الجمعة 16-6 بيبدأ في تمام الساعة 31-36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 41-45 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعديها في برج الثاور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال 25 يوم طبعا في تمام الساعة 12 منتصف هاي الليلة اللي هي الاثنين على الثلاثة بيكمل 25 يوم نسبة الإضاءة بتصير 18% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21-6 سعيد بنسبة 10% في ساعات العصر بيصير منتحس بنسبة 10% القمر في الحمل ورح ينتقل للثاور ورح يضل في الثاور ليوم 16-6 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الفجر بيصير سعيد بنسبة 15% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 60% أما في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 45% عطارد في الجوزاء حتى يوم 27-6 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الظهر بيصير سعيد بنسبة 10% الزهرة في الأسد حتى يوم 23-7 منتحس بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 40% في ساعات المساء بيصير منتحس بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم وبتهتموا بمظهركم وبتغييرات على حياتكم هذه مرحلة تعتبر مرحلة انطلاق جديدة في حياتكم بتتمتعوا بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وإنتوا اليوم رح تكونوا مميزين على حسب طبيعة حياتكم لكن أهم شيء تسيطر على حالك من الإنفعالات وما تفرض سلطتك على اللي حواليك أما من ساعات المغرب تقريبا وما بعد بصير هذا اليوم بيحمل معاه فرص مالية وبتكون هاي الفرص مفاجئة بالنسبة لإلك أو ممكن تدخل تحسين على مزينيتك النشاط عالي جدا والفرص بتصير ممتازة جدا للمكاسب ولا البحث بالأمور المالية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المغرب فعشان هيك لغاية ساعات المغرب حاولوا أنه ما تبالغوا بمجهودكم الجسماني ما تتخذوا قرارات وما تعصبوا وفي نفس اللحظة احمي حالك من المحتالين وحاول أنك تضع سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبه لغذاءك وراحتك اليوم بتنخفض الوتيرة عندك للحياة وبرضو بتتأخر مشاريعك وربما تلغى أو صير في نوع من أنواع التأخير أو إلغى أو سوء تفاهم عشان هيك بدك تكون جاهز نفسيا لهاي الأمور اعمل بشكل روتيني من ساعات المغرب القمر بوصل عندك فبتبلش الطاقة ترجع الحيوية الأمور بتبلش تتضح بشكل جيد جدا وبتبلش تجيك أخبار تسعدك وتجهز أمورك للأيام القادمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في حفل أو مناسب سعيدة حاول أنك تكون برضو مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه كثف ارتباطاتك أنت اليوم بحاجة لا تعاون الآخرين معك وطاقتك ممتازة جدا على المستوى الاجتماعي ولكن كل ما اقتربنا لساعات المغرب شوي بتبلش طاقتك تنزل شوي شوي لأن القمر بيقترب من بيت متاعبك من ساعات المغرب بتدخل اللي هي فترة الركود احنا منسميها لأن القمر بصير في بيت المتاعب حاول أنك تنتبه لغذائك وصحتك وحاول أنك تهدأ وحاول أنك تمسك أعصابك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتظل الفرصة متاحة على الأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحفظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وعلاقاتكم أهمش أنك ما تنفعل وصحيح الجو شوي رح يكون مشعون ببعض المتاعب أو التوتر أو القلق أو الخوف أو الوسواس إلا أنه في كثير من الأشياء الإيجابية على مستوى العمل على مستوى علاقاتك الاجتماعية أما في ساعات المساء فهنا بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتي رغم بعض الضغوطات الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي فممكن يكون عندك حفلة أو مناسبة أو لقاء سعيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وبرضو هذا اليوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة أو إظهار تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجحوا في الترويج لعملكم بسبب دعم أو تأييد اليوم مميز على كل الأصعدة لغاية ساعات المغرب يعني بتقدر تستغله على المستوى العاطفي دراسي العمل كل الأمور من ساعات المغرب هنا القمر رح يوصل لبيت السمعة فعشان هيك بيصير الاهتمام بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال المهمة أو تعزيز العلاقة مع المسؤولين أو حتى العلاقات الاجتماعية ولكن حاول إنك ما تفرض سلطتك على أفراد العائلة أو تتحكم بأحباءك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بتظل الأمور المالية هي اللي بتشغل فكركم وبتظل الفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض أو نوع من أنواع الدعم وبإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع يعني اليوم في أشياء إيجابية بتدعمك على المستوى المادي بل كقروض أو ضريبة بنك مطالبة بحقوق لإلك موضع قديمة ممكن تظهر وتحلها اليوم ولكن في دفعات مالية أو ترتيب أوراق قانونية بدك تكون دقيق فيها من ساعات المغرب وما بعد هنا بتنشطوا بالعلاقات مع الأجانب بصير في مجال للسفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبصير فيه فرص للنجاح بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم لأن القمر ما زال موجود مقابلكم وبظل اليوم هذا يوم مناسب لها القيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وما بجوز إثارة المتاعب والجنب والانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية لأن الطاقة ما زالت ضعيفة على المستوى الاجتماعي أو المستوى العلاقات مع الشركاء المال والعاطفة ممتازة جدا من ساعات ما بعد المغرب لأجواب تصير إيجابية جدا هنا بصير التركيز على الأمور المالية المشتركة بصير فيه نوع من أنواع فرص لمكسب مالي اللي صرى بشراكة بتعويض صحتكم أو صحت قريب لإلكم بس بتكون بحاجة للرعاية أو الاهتمام الصحي أو العائلي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتكون تنجزوا الأعمال اللي تراكمت عندكم وما تخلوها تتأجل عشان ما تضطروا للعمل لوقت إضافي اليوم فيه اهتمام بالعمل أو بأحد زملاء العمل أهم شيء أن تنظموا أعمالكم تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة فيه كثير من الضغط عليكم نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة من حين لآخر وبرضو ما تحاولوا فرض سلطتكم على زملائكم هذا الأمر رح يضل لغاية ساعات المغرب بعد ساعات المغرب القمر رح يصير مقابلك تماما فهنا طاقتك بتنزل شوي ولكن أي أمور إلها علاقة بالشراكة يعني شراكة مالية شراكة عاطفية ممتازة جدا لمصالحات لتعزيز العلاقة لتطوير العلاقة للتراجع عن قرارات سابقة ولكن سهل استفزازك لأن عصبيتك كثير حاد اليوم وحاول أنك ما تفرض سلطتك على شراكك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم طيلة اليوم من الآن ولغاية ساعات المغرب وظروف جيدة على مستوى العاطفة تعزيز العلاقة مع الأحبة التقارب العاطفي نشاط حيوية له ترفيه يعني الأجواء كلها أجواء رائعة جدا بتظل غاية ساعات المغرب أما من ساعات المغرب وما بعد القمر بصير في البيت السادس فهنا بصير التركيز على العمل رغم أنه عندك قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم إلا أنه شوي ممكن تتوتر من بعض الأعمال اللي رح توكل إليك أو رح تظهر على الساحة بشكل مفاجئ تتطلب منك جهد أكبر عشان هيك ممكن تتعب شوي وانت بتتمم بعمالك انتبه لصحتك وغذائك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بيظل التركيز على مستوى البيت والعائلة لغاية ساعات المغرب فممكن تدخلوا تحسين على مسكنكم أو التفاهم مع أفراد العائلة أو يكون في مناسبة اجتماعية فترة مهمة جدا لتعزيز الروابط العائلية بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها فيه نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة وممكن يسود نوع من أنواع التوتر بسبب حدث طارئ أما من ساعات المغرب فهونا القمر رح ينتقل للبيت الخامس وهي فترة إيجابية قوية جدا بالنسبة لإلك من المغرب وما بعد وأنا بصير في عندكم رغبة بالتقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم يعني على المستوى العاطفي والتجميلي والترفيه والأفراح ممتز برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بظل في نشاط اليوم بالاتصالات والتنقلات والسفريات طيلة اليوم وبتشعروا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبتشعروا بطاقة عالية جدا منكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية أو يروجوا لمشروع وباستطعت قلب المعادلة لصالحك أي معادلة ولكن بدون فرض الرأي وبدون العصبية وحاول أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تبحث عن أصدقاء وأحباء عشان تعزز الروابط ما بينك وبينهم أنت اليوم عندك قدرة عالية جدا على الإقناع والحدث عندك قوي جدا أما من ساعات المغرب وما بعد هنا التركيز بصير على أمور لها علاقة بالبيت والعائلة الاهتمام بشون بيتية تصليحات ترميمات شأن عائلي بظهر على الساحة صحة أحد أفراد العائلة يعني هاي الأمور اللي أنت رح تهتم فيها من بعد ساعات المغرب برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا الفرصة بتظل متاحة لفرصة إلها علاقة بمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو مستردات أو دعم أو هدية أو مال بيعود لكم وممكن بعضكم يحصل على هدية مفاجئة أو خبر مفاجئ اليوم يوم جيد جدا رح يدعمك بشكل قوي ممكن تهتم بقضية لها علاقة بشراكة أو عمل أو تحصل أموال بتعود لك مش قادر تحصلها بالفترة الماضية اليوم ممكن تطالب فيها أو ترتب وضع فواتير ودفعات أما من ساعات المغرب النشاط هنا بصير عالي جدا لأنه القمر رح يصير في البيت الثالثة بتنشطه بالاتصالات والحوارات والدراسة والسفر ويوم مناسب برضو بصير للخروج بنزهة قصيرة إلى التعامل مع الإخوة مع الجيران أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي وتتفاهم مع الجميع وحاول أنك ما تفرض رأيك وما تكون عصبي وما تكون لك ردات فعل منفرة عشان هيك الأجواء لازم تستغلها طيلة اليوم لأنه أنت من أكثر المستفيدين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة